تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الكلية الحربية حيث شارك سيادته طلبة الكلية في عدد من الأنشطة والتدريبات كما شهد عدد من الأنشطة الخاصة بتأهيل العسكري وفقا لأحدث نظم الإعداد وتأهيل المتطورة كما قام الرئيس السيسي بتفقد عدد من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على أحمام السباحة التعليمي وميادين اللياق المطورة وميدان الأعداد البدني المفتوح وميدان محاكي المعركة الذي شهد خلاله سيادته تنفيذ الطلبة لتمرين الرماية بمحاكي الرماية الذي يحقق الواقعية في تنفيذ التمرين وأكد المرور على ميادين التحدي كروس فيت وقسم الفروسية وميدان التحميل وأشهد سيادته بما لمسه خلال الزيارة من مستوى الإعداد الراقي للطلبة المستجدين كما طلب الرئيس السيسي طلبة الكلية بالحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع والتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة التي طالما تميزت بها مؤسسة القوات المسلحة المصرية العريقة كما أضار الرئيس السيسي حوارا مفتوحا مع الطلبة للجدد تناول فيها عددا من الموضوعات والقضايرة ضدور محليا وإقليميا مستعرضا ما تقوم به الدولة المصرية من جهود في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تقدير الموقف بالشكل الصحيح وبأساس معرفي سليم كما التقى الرئيس السيسي بعدد من أسر وأهل الطلبة المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم وأوجه لهم التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراصخة في حب الوطن